من خلف هذه التلال تحاول الميليشيات الإنقلابية الدفع بتعزيزاتها إلى جبهة القبيطة وطور الباحة في محافظة الأحج الميليشيات وبعد فشل محاولات التعزيز مواقع عسكرية كانت استحدثتها مؤخرا منيت بهزيمة كبيرة في هذه الجبهة النشطة بدأت الهجم الأولى في منطقة الهجمة وتمت السيطرة على تبة مربوش الاستراتيجي التي تطلع على منطقة الهجمة وفي بعد ذلك تمت المقاومة والجيش الوطني بتتقدم باتقاه الجانب الشرقي والسيطرة على قبل شعيب الذي يقابل الحسن الذي هو الآن مع المقاومة والاتقاه الآخر هو قبل شعيب الاتقاهات هذه كلها تعتبر مع المقاومة هذه هي الأجزاء الجنوبية من مديريتي حيفان والقبيطة المتداخلتين والتين تشكلان همزة وصل بين محافظتي تعز والأحج حيث تدور معارك على تخومها بين الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية سقط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح عملية الجيش الوطني والتي تكللت بتحرير منطقة الهجمة وتبتي مربوش والشعيب جاءت بعد أسابيع قليلة من محاولة الميليشيا السيطرة على هذه السلسلة الجبلية بغرض استهداف طرق حيوية واقعة في نطاق سيطرة الجيش الوطني منها طرق طور الباحث وطريق هيجة العبد التي تمتد إلى جبال مديرية المقاطرة القريبة انكسار تقدم الميليشيات جاء بعد محاولات متكررة للسيطرة على السلسلة الجبلية الهامة ولم تتوقف عند هذا الحد بل ذهبت إلى ردة فعل انتقامية على المدنيين حيث شنت هجمات عنيفة على قرى مزدحمة بالسكان نتج عنها مقتل مواطنين اثنين من منطقة المفاليس والجوازع إثر سقوط قذائف على مساكنهم